من جانبي قال كبير المستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة الدولية تسابق الزمن لتطايم حوالي 250 مليون شخص إضافي حتى نهاية سبتمبر المقبل لتحقيق هدفها بتطايم 10% من السكان حول العالم بحلول هذا التاريخ وأضاف أن هناك حاجة إلى 250 مليون جرع من لقاحات كورونا بحلول سبتمبر القادم و100 مليون جرع في يونيو ويوليو فقط وأشارها أن الفجوة المالية لتوفير اللقاحات وأدوات التشخيص والاختبار وكذلك اللوازم الأخرى للعلاج مثل الأكسجين وغيره تبلغ حوالي 18 مليار دولار